اتساع دائرات الخلافات في السودان والبلاد في حال شلل سياسي يؤثر سلبا على نجاح المرحلة الانتقالية التطورات الاخيرة في الشارع وخارجه دفعت بالافريقاء الى البحث عن مخارج للازمة جهود يساهم فيها الجانب الامريكي مع جلسة المباحثات الرباعية التي اجراها هذا المساء موفد واشنطن الخاص للقرن الافريقي جيفري فلتمان في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الحكومة فهل تؤدي محاولة نزع التوتر الحاصلة الى الخروج باتفاق يعيد المياه الى مجاريها عرض مفصل عن مسار الازمة في السودان في هذه الفقرة من غرفة الاخبار مع الزميلة كارولينا نصار كارولينا مساء الخير محاولات حثيثة على ما يبدو من الداخل ومن الخارج ايضا بمساعدة خارجية في محاولة نزع فتيل هذه الازمة التي بالفعل تهدد المرحلة الانتقالية في السودان صحيح مهند وبالتالي من هنا نفهم مدى الاهتمام الدولي وتحديدا الامريكي في محاولة لحل حلت هذه الازمات المستجدة سريعا كي لا تؤثر على هذه المرحلة الانتقالية على اي حال تصاعد الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في مجلس الحكم الانتقالي وبات كل طرف يحمل الاخر مسؤولية الفشل في ادارة الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد ما ابرز اوجه الخلاف وكيف تفجر خلال الايام الاخيرة بداية احتدم الخلاف بين المكونين العسكري والمدني بعد الاعلان عملية الانقلاب الفاشلة التي نفذها عسكريون مولون لنظام الرئيس السابق عمر البشير في سبتمبر الماضي بعدها بايام خرج الاف السودانيين في تظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم دعما للحكومة المدنية دعا تجمع المهنيين السودانيين الى انهاء الشراكة مع المجلس العسكري والغاء الوثيقة الدستورية كما طالب بتشكيل سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط واهداف الثورة من جهته المكون العسكري اعتبر ان الاضطرابات الاخيرة ترجع الى مناورات سياسية وسوء الادارة لكن من جانب المدنيين ومن جديد عاد السودانيون مؤخرا للاحتشاد امام القصر الرئاسي للمطالبة بالتحول الديمقراطي ومع احتدام الجدل بشأن مسار الانتقال الديمقراطي اكد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك تمسكه بمبدأ الحوار بين المكونين العسكري والمدني وسارع لاجراء الاتصالات مع مختلف الاطراف اطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبول معالجة الازمة السياسية بالبلاد واستنفي رسمي لاي توافق بشأن حل الحكومة وفي انتظار حل للازمة وتوصول الاطراف الى توافق تتصاعد المخاوف من ان يؤدي استمرار الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في النهاية الى ضرب الفترة الانتقالية وبالتالي العودة بالاوضاع الى المربع الاول مهند هنا الخوف الاكبر للسودانيين ان تعود الامور الى النقطة الاولى لانه بالفعل قطع السودان شوط كبير على مختلف الاصعد منذ ان بدأت هذه المرحلة الانتقالية وبالتالي خلافات يصر حمدوك انه حل سيكون فقط بالحوار كي تكتمل او يتكمل هذه الفترة يعني كل نقاط الثورة السودانية وما يطمح اليه السودانيين تماما والخشية الان من الضغوط الخارجية هناك ضغوط خارجية واضحة خاصة من الطرف الامريكي لان السودان كما تعلمين كارولينا يعني خرج في هذه الفترة من قائمة الارهاب هناك وعود بتقديم مساعدات برفع عبء الديون وكل هذه الامور هذه يعني يخاطر السودان او الاحزاب السياسية والتكتلات بخسرانها في حال فشلت هذه المرحلة الانتقالية وهنا المخاف على كل حال سنناقش هذا الموضوع بالتفصيل في الساعة الثانية من غرفة الاخبار شكرا لك كارولينا شكرا مهند شكرا لك